ذكريات المونديالية منذ إقامة أول نسخة من كأس العالم عام 1930 في الأوركواي عرفت هذه المنافسة أحداثاً لن ينسها التاريخ البعض يرى أن جزءاً من متعة كرة القدم يتمثل في أحداثها الغريبة والطريفة إليكم بعدها في كأس العالم سنة 1934 الذي أقيم في إيطاليا قام المدرب الألماني أوتونيرس بترد المدافع هارجنر قبل المباراة بسبب تناول المدافع لبرتقالة حيث أمر المدرب لعب المنتخب بتناول الحليب فقط انتهت فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في فرنسا سنة 1938 بفوض إيطاليا باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدها ألغي المونديال بسبب الحرب العالمية بين 1938 و 1942 خلال كل تلك الفترة قام رئيس الاتحاد الدولي بإخفاء كأس العالم في علبة أحبية تحت فريره خوفاً من الفاشين في كأس العالم سنة 1950 في البرازيل بعد تأهل منتخب الهيندي للمونديال تقدم المنتخب بطلبنا الفيفا بسماح للاعبيه باللعب دون أحذية لأنهم غير معتادين على اللعب المباريات بالأحذية رفتت الفيفا الطلب وانسحب المنتخب الهيندي من البطولة في مونديال عام 1966 سرقت كأس العالم من قبل مجهول اتضح للشرطة فيما بعد أن سارق الكأس هو سارق محترف في بريطانيا بعد أسبوع من اختفائها تمكن كلب يدعى بيكلز من العثور على كأس المونديال التي كانت موذبة بأوراق الصحف ومربوطة بحبل مخبأة داخل حوض زرع في حديقة من أشهر الأخطاء التحكيمية على الإطلاق في تاريخ كرة القدم خلال مونديال 1986 سجل مارادونا هدفا في شباك المنتخب الإنجليزي بيده هذا الهدف ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب الأرجنتيني للمباراة النهائية خلال مونديال 1934 سجل المدافع الكلومبي يوسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى مما تسبب في خروج فريقه من البطولة بعد أيام من عودته لكلومبيا اختل بـ 12 رساسة من قبل مجهولين خلال مباراة نهائي بين فرنسا وإيطاليا في مونديال عام 2006 استفز المدافع الإيطالي ما تيرازيا لاعب زيدان فقام زيدان بنضحه برأسه الأمر الذي استدعى ترده على الفور وفازت إيطاليا وقتها باللقب العالمي ذكريات المونديالية ستظل عالقة في أذان جميع محبي كرة القدم